ترأس سعدة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير صناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماع اللجنة البحرينية الأمريكية المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور السيد براينت تريك مساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط ممثلا عن الجانب الأمريكي ومن مشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين وذلك بالعاصمة الأمريكية واشنطن وأشهد الوزير خلال الاجتماع بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا أهمية الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمن والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية التي تم توقيعها في سبتمبر الماضي وأوضح أن الاتفاقية الشاملة تبنى على آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي الرحبة لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة التي كانت ولتزال بعد عشرين عاما على توقيعها في العام 2004 حجر الأساس لتشجيع الاستثمارات والتجارة البينية وتهيئة المناخ الملائم للتعاون الاقتصادي وخلق مساحات جديدة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر